تهانينا للشناوة على الأداء المميز أداء والأروع ممكن أنا من وجهة نظري اتفاجئت أن مرأة أعطيها نجم المباراة كنت أتمنى أن الشناوة يأخذها لأن ليه تلات تصديات تغيروا من تغيروا من نتيجة المباراة بدايتهم كانت في ديئة تقريباً لو ابتدنا بالإحصاء كده في ديئة 49 ثانية كرة لرومارينيو عند تقريباً قبل نقطة 6 يارضة ب3 يارضات الشناوة كان متمركز في حتة بعيدة جداً تحت 6 يارضة وهو بيستلم رومارينيو الشناوة عمل حاجة ولا أرواع يريد نعرض الصور عشان نبص كويس خد 3 خطوات وهو عمل ما يستلم وينزل الكرة من على سيد رؤقفل عليه الجهون كله وطلع حتى رومارينيو شاهد والشناو وقف في المكان ده الأولاني لو شناو وقف في المكان ده قبل ما توصل لرومارينيو الكرة جهو إنما لما نبص الصورة اللي بعدها بص الشناوة بيتحرك يعني هو لسه ما شاطش والشناو بيتحرك وهو بيشوت هنلاقي الشناوة قفل 6 يارضة نرجع بقى للصورة اللي قبل دي معلش خليك معايا نرجع هنا لو شاط والشناوة لسه بيتحرك في الحتة دي الكرة جهوه تمام؟ نطلع سيدنا كمان قدام اللي خلاه يصد إنه عمل ايه؟ بدل ما كانت المساحة بينه وبين الكرة 8-9 يارضة والكرة كانت هتروح في اتجاه المقص الشناوة قطع عليه بحيث لما يترمي يبقى على أول 6 يارضة فيبقى الفرق 3-4 يارضة وقدر إنه يتصدى لها الكرة دي كانت في الديئة 10 تقريبا لو كان التحق جدا لقدر الله سجلها كان الجيم هيقرب علينا أول 10 دقايق وقد ممكن لقدر الله الأمور توسع مننا أعتقد دي نقطة التحول الرئيسية في المباراة بعدها النادي الأهلي ابتدى يفوق شوية وقدرنا بعد كده نجيب الهدف يمكن بعد كده أعتقد في الديئة 20 دي كورة لمحمد هاني قبل المباراة كابتن أنا قلت لحضرتك أي حاجة في الديئة أو قلت لحضرتك أي حاجة في الديئة معيوف يعرف يطلع إنما أي حاجة في البيعيد أو ده اللي هنشوفه بعد كده هتخش فيه هنا هاني كنت أتمنى أنه يلعبها الكهرباء أحسن له أو أوضح وأسرع بسهولة جدا وخصوصا مش في اللقطة دي في لقطة قبلها شوية كان محمد هاني الدنيا فاضية ومعيوف فص واقف إزاي نقطة مهمة جدا لازم أوضحها عشان بس الحراسة بعرفة موضوع إن الحارس يمسك العرضة دي اتلاغت من كورة موضوع إن الحارس يمسك العرضة عشان يقفل الزواج ديئة دي تلاغت من كورة ليه بقى؟ لأن في أثناء مسكل العرضة دي كده هو مموت إيده الشمال إيده الشمال يعني معلش الصورة عنده أنا بقى أنا هنا مش هقدر أعمل حاجة لأن أنا ماسك العرضة بإيده الشمال مش هقدر أحرك إيدي خلاص أنا قفلت الدنيا فلو هو هتيجي على يمينه هيصد إنما لو جت على شماله في أي حتة فوق مش هيعرف يحرك إيده الشمال اللي هي بتبقى معزولة الكلام ده كان موجود زمان وكنا بنتعلمه إحنا صغيرين الكلام ده ما بقاش موجود دلوقتي في العالم كله فأعتقد هو بيعمل حاجة أديئة يعني هم طبعا كبير في السن إنما لسه الحاجات المستجد ده ما جاتش يمكن كرة بغته إنها جات في رجله إنما أنا شايف إن هاني كان المفووض يعملها لتحت أكتر بعد كده يمكن كرة على ما أعتقد في الدقيقة 37 و40 ثانية أو حاجة أو 30 ثانية الكرة كانت نجيب اللقطة اللي بعد كده ماشي هنا الكرة دي قبل ما نكملها الكرة دي كانت مع محمد الشناوي لعبها بإيده لحسين الشحان حسين قعد مستني الكرة أكتر من ثلاث ثوانا اتخطفت وتعملت علينا كروس كروس كان جامت جدا عدى الرحل لبنزيمة عدى وصلت لمين لبنزيمة بص الشناوي كان تمركزه مع الكرة فين الأول وبنزيمة هو بيستلم على سيدر الشناوي هياخد ثلاث خطوات يقفل عليه الدنيا هيحطها له في بطنه الحركة بتاعت الشناوي هي اللي خلته يقفل عليه الجام هنا التمركز بتاع الشناوي كان كويس مع الكروس من بدل بس بعد كده بقى التحرك مع غلق الزاوية هو اللي سهل الكرة عليه وكرة تتشهد في بطنه ده برضو من التركيز العالي للشناوي النهاردة اللي انا برضو بقى بشد على ايده في التركيز النهاردة كان هايل جدا لما نشوف بعد كده في الاستلام كان هو رس على الخط وبنزيمة بيشوت هتلاقي الشناوي ماسكه الكرة في بطنه في نص السكس يارد تقريبا هنجيب الصورة اللي بعدها في خطوتين فرق بين ده وبين ده وده دليل تام على ان الشناوي مركز في الجيم وبيتحرك برجليه كويس جدا 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 النهاردة اللي بعدها اعتقد ضربة الجزاء وهنا هنقف ثانية واحدة من خبرات الشناوي في موقف زي ده النادل اهلي كسبان واحد سفر بيلاعب التحاجة ده في ملعبه مع كل الضغط الجماهيري اللي حواليه بيلعب قدام لعيب كبير زي بنزيمة السنة اللي فاتت واخد احسن لعب في العالم السنة اللي فاتت واخد احسن لعب في العالم راجل بيلعب اكس ريال مدريد ما فيش حاجة احسن من كده انه ما بص السبات الانفعال للشناوي انا جايب دي عشان اقول ان بعض الحراس في وقت زي ده بيكون تراما خلاص اول ما المهاجم بيخش على البنالتي بيكون الحارس ساب ساب نفسه وطلع برا الكرة اصلا وخد زاوية وراح فيها انما هنا الشناوي واقف مركز عارف ومركز 150% وحافظ ان بنزيمة يحطها على يمينه لان معظم اهدف في ريال مدريد من ضربات جزاء بعد ما مشي كريستيانو كان بيحطها على يمين ودي كانت حاجة المفروض ان هو بذكرة واكيد اعتقد انه بذكرة وقدر النهاردة الحمد لله يصد ضربة الجزاء هنشوف بعد كده في الحركة وبنزيمة بيلعب الشناوي لسه بيتحرك دي بقى الميزة اللي انا هقولك حاليتك عليها لو كان الشناوي برضو نزل بدري صحيح كانت قراء هتعلو هو نزل في الارض انما يكون انه مع الكورة من رجل بنزيمة خلت الشناوي اقدر روح للكورة وشايفها بعنيه وبسس كويس جدا وموجه كمان هايل التقلق هايل وتصدي عشرة على عشرة لضربة الجزاء ودي النقطة التانية اللي هنتكلم عليها في المباراة انا قلت نقطة انا قلت تلات نقاط او تلات لحظات غيروا من نتيجة المباراة للأحسن واحد في دياءة تسعة واربعين ثانية الانفراض اللي شالوا من رومانينيو ضربة الجزاء من بنزيمة هنشوف في الشوت التاني ان شاء الله في دياءة واحد وسبعتاشر ثانية تعالوا قبل ما الكورة بقى ايه ده الفرق بين الشناوي والمعيوف لما شوفنا الكورة بتاعتهاني المعيوف ماسك العرضة بيده اليمين بص هنا الشناوي عامل ايه الشناوي هنا متمركز تحت في الارض طالع برا العرضة لقدام قلب الجون يعني فيه مصطلح كده في حراس المرمى ان انت بتقلي بالجون بتخلي الجون على الجسك سيار بمعنى ان المرمى بتاعك دلوقتي بيبقى من خط العرضة من العرضة لحد نقطة لحد خط السيكسيار عشان لو اتعملت في ايه حتة يقدر ياخدها وقلب المرمى وطلع برا تمركزه بقى برا العرضة خالص اصلا لما تعملت قدر ياخدها بكل ارياحية ويشيل الضغط منها فهو ده الفرق اللي انا كنت بقوله ان معيوف ماسك العرضة لا هنا الشناوي واقف ده الاتنين من التحين يقدر يصد يمين وشمال يقدر يتحرك بارياحية اعتقد الشوط التاني دي هجمة مهمة جدا جدا غيرت النتيجة واللي جي بعدها على طول الجون التاني انفراد معمول محدود برضو الرومارينيو على ما اعتقد الشناوي بصه واقف فينه ومركز ازاي لما البصت عمل بص الشناوي هيتحرك قد ايه قد يوقع في واحدة بعدها اتنين تلاتة هنا هيوقف ويثبت قبل ما الراجل يلعب تاني معلش ارجع معايس الناس غيرة بص بقى منمشي واحدة واحدة هنا الشناوي واقف في الكواس اول واقف في الكواس اول الكرة في جسمه هو ما طلعش جسمه الكرة جات في رجليه وجات في العرضة ورجعت له بس انا ليه جايب اللقطة دي تحديدا اللقطة دي قبل ما الكرة تيجي في رجليه هو اقفل على الراجل مياه ونور زي ما بيقوله اقفل عليه كل الاتجاهات فحتى لو محركش جسمه الكرة هتيجي فيه لان المساحة خلاص بقيت اربعة خمسة لارضة الراجل مش اقف يحطها في زاوية اكتر من اللي الشناوي واقف فيها عشان كده لما شاطت جات في رجليه وعدت جات في العرضة وراحت الناحية التانية برضو دي النقطة التالتة اللي احنا نتكلم عليها او التصد التالت اللي غير من نتيجة المباراة للأحسن واللي انا بقول ان الشناوي لازم ياخد نارضة نجم المباراة اعتقد بعد كده الهدف التاني يعني الهدف التاني بتاع الشحات انا قلت قبل المباراة ان اي حاجة في البعيدة بالنسبة للمعيوف هتخش لان لو حد اخد باله المعيوف جسمه تقيل المعيوف ده مش هو المعيوف اللي كان من خمس ست سنين اكيد طبعا يعني حقيقتك معاشره وعارفه من هو صغير هنا تحس انه زيادة خمسة ستة كيلو فباين جدا الكرة دي لو طبيعي مع اي حد لا فيه صورة قبل كده بكتير فيه صورة مش من هنا لا اللي قبلها انا عايز يعني هتشوف ان هو ما ضربش الارض خالص اللي بعدها بقى على طول بس انا دي تحس ان الرجليه ما طلعتش من على الارض انا عايز الناس تبص على رجليه الطبيعي في حاجة زي كده انا كحارس مرمى لازم اضرب الارض جامد بحيس رجليه على الارض تعلق حوالي نص متر عشان اقدر اوصل للكرة فوق هو عشان تقلو واضح جدا تقلو تقلو في الميزان الكرة عدته بسهولة وعدت من فوق اي ده ممكن تكون لمسة اي ده كمان انما هو عشان مش قادر يضرب الارض ما طلعش عن الارض عشرة سنتي فالكرة عدت والحمد لله انه هو تقيل يعني دي من وجهة نظرنا احنا بس احنا بنتكلم كرة الجون التالت زي ما قلنا كارابة عدة هنا التمركز بتاعه قويس اوي قوي عشرة على عشرة بس هو يعمل خطأ كبير جدا هيطلع يسيب الجون خالص تاني الكرة اللي فاتت سواني معاليش يرجع يرجع الكرة بتاعت الشناوي كان نفس التمركز الراجل لما لعبها جات في رجل الشناوي ورجعت له تاني صح؟ هو هو نفس التمركز بالزبط انما بقى هنا الكهرباء هيطلع به لبرة وهو هيطلع معاه برة الجون خالص ويبيع نفسه معين في مدافع جاي يكمل معاه نكمل الصورة اللي بعدها بص المدافع ده هنا المعيوف عمل ايه؟ كسر جسمه وطلع برة اللعبة خالص فتح الجون فتح الجون خالص فتح الجون لما كهرباء يعابها بقى التاو يلعبها لإمام يلعبها لأحد هو مش موجود في المربع وده اللي حصل كهرباء بكل زكاء حطها تحت كان المعيوف المعيوب فتح الجون خالص مش موجود أصلا في الصورة حتى لما تلعبت ترمى الفوق لانه عايز يقفل اي مساحة وخلاص معين ده الطبيعي لو هو موجود هيروح يقطع بالعرض وياخدها من على الأرض وأعتقد أن الهدف ده هو ما يتحملش مسؤوليته ولكن يتحمل مسؤوليت التمركز بتاعه صحيح تمام فعشان كده وده الفرق بينه وبين الشناوي تعالوا نبص على الكروس ده الكروس ده معمول على القريبة والشناوي في نص الجول وأنا عايز أجيبه عشان أوريكو حركة الشناوي اللي بننادي بيها من أول السنة يا شناوي الكروسات بتاعتك السكسير ده بتاعتك الطول بتاعك الشناوي هنا برضو قريب من العرضة شوية أنا لو كمان خطوة قدام هياخد كل الكروسات هي دي النقطة اللي تنقص الشناوي من وجهة نظري إنه يبقى واقف في التمركز بتاعه في الكروسات قدام خطوة ايه هي دي اللي تلع فيها بالبوكس دي اللي تلع فيها بالبوكس مع الرأس بنزيمة اي تمام تعالوا نمشي خطوة بخطوة اللي بسرعة لبعدها هنا التحرك عشر على عشر هو خالق قرار وتحرك بس لو بنزيمة كان ممكن يسرقه عشان كده أنا كنت بقول لو هو ابتدى خطوة قدام كان هيبقى اقرب شوية هنا هو كان رايح يمسك لا بنزيمة طالع معها راح ضرب بالبوكس يعني عاش سقولي إن مساح المساحة مع الكروس لو كان طالع بره شوية كان لحق بسهوله كان مسك كمان ليه لإن المساحة كابتن بدل من بسبعة وثمانية يارضة باتباه في اتجاه الكورة لأ أنا هجري في خمسة وستة يارضة هبقى وصل أسرع أسرع من الكورة بالزبط كده هنا طبعا بص كمان يعني عشان أسببت كلامي إنه خد الجنب بتاعه مما كان بعيد عن نقطة نزول الكورة فأضطر إنه هو يطير بجسمه بالعرض مش رايح ياخد أوفر عشان كده الحمد لله إنه لحق ولكن هنا برضو كنت أتمنى إن الشنو يكون خطوة بدلة الوفر اللي بعدين هو دل عشرة على عشرة هنا الناس كلها دخل مئة طمانتاشر هو تطلع خلص الليلة كلها بقدر أريك كورة ملعوبة هتتلاعب فين اتعامل الطويلة كمل معايا واحدة واحدة امشي السورة اللي بعدها بص الشنو أريك كورة ومن وهي خارجة من رجل الراجل وطلع كورة قبل ما حجازي يلمس كان هو الراكب حجازي مع كل طول حجازي ومع كل ارتفاعه ومخلص الدنيا ومريح سردباكتنا خصوصا إنه نحن في نقطة الكورة العالية دي مع حد طويل مميزة وقدر إنه يخلص من هجمة مهمة وهم في الآخر المباراة لاجا والأخوار العالية لدرجة إنه حجازي كان بيلعب رأس حرب رأس حرب فكان آه بالزبط السنو يتعامل كويس جدا في الفترة كان مالي خط التمنتاشر كله مش سيك سيارت بس وده اللي منتمنى أنه يكمل بيه على طول إن شاء الله الهدف الأخير هنا يعني عايز أقول للسنو شابوه الكرة صعبة جدا وطار كويس جدا وراح كويس جدا وشالها بس التوجيه هو اللي مش كويس وهوريكو خلق قطة تانية في الوقف في الوقعة لما وقع وقع على كتفه فلما حب يقوم قام على كوعه وهنشوف بقى بالتفصيل القصة هنا هو شاي الهايل عشر على عشر كمل معايا لما نزل نزل ايه على كتفه فلف بقى الدماغه في الأرض عبال ما قام معرفش يطلع تاني كمل معايا واحدة واحدة بص بقى هنا دي هو صد بس بعد ما صد المفروض يلمي ايده ملمش ايده فاضطر انه معلش الصورة معايا بعد ما المفروض بعد ما يصد ايده دي تتلم عشان تبقى تحتيه كده الشناو لما نزل خلى ايده مفروضة فبقى التحتيه كده فاضطر انه ينزل بدماغه او تقل جسمه كله بالقصور الذاتي وقع على دراعه اللي تحت طيب عشان يوم يعمل ايه عشان يوم تاني لازم يوم على كوع هتوم على كوعك هتتأخر على الالو جزء من الثانية لان المفروض انت تقوم على كتفك على طول فهو ده اللي اخره ثانية عارف لو الشناو كان قام على طول كان صد التانية بتاعت بنزيمة لانها معدية مفروض ايده بالزبط بس هو عشان غازبنا عنه غرز فاضطر ان هو بيوم بس يا صعب اوي برضو يا صعب جدا عايز اقول لها حاجة اللي انا بقوله ده اللي هو ايه اللي هو اللي هو اللي مفروض في الكتب بس احنا مش عندنا اجنحة اللي هوان اللي هوان ما عندهاش اجنحة صحيح فاحنا بنحاول نتكلم فيما بعد للحراس اللي جايين ان شاء الله انما زي ما بقوله حياتك النهاردة شناو من وجهة نظري ونجمل مباراة يستحقق كام تسعة ونص زي ما بقوله حياتك تسعة ونص من عشر اه بالزبط والمعيوف يستحقق كام معيوف معيوف اه طحيح عايز اتبدل شكرا جزيلا يا شابت الامر والمبلوك النادي الاهلي وان شاء الله القادم افضل شاء الله شاء الله